تأكيداً لما قلته سابقاً يعني نعتبر داخل الحكومة أن تعليم ركيزة أساسية لتعزيز بناء الدولة الاجتماعية ومغرب المياه كما يطمح له جلالة الملك نصار الله ومن هذا المنطلق نتشبت كفريق حكومي بالتزامتين المتعلقة بالإصلاح الشامل لمنظومة التعليم وتحفيز هيئة التدريس للقيام بواجبها على أفضل وجه وللتحقيق ذلك قناعتنا غاسخة هي أن الحوار هو السبيل الوحيد لإيجاد الحلول الناجعة ومعالجة المشاكل المطوحة وتشجيداً لذلك نحن ندعو نقابة يوم الاثنين لعقدي جلسة للحوار القطاعي وفي الأخير أؤكدوا مجدداً على استعداد لتوضيط قناوات الحوار حتى إيجاد الحلول الكفيلة بضمان جودة المدرسة العمومية قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابونوا فلاشين فيبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعية